أسئلة كثيرة جدا حول كيفية الإبقاء على هذه النجاحات وتعظيمها والاستفادة بيها وإزاي نحقق نتائج أفضل وإنجازات أكتر في الفترة الجاية إن شاء الله على مستوى مشاركتنا في اللعبات الفردية والجمعية على المستوى الدولي أو العالمي أسئلة كثيرة جدا هتكون متروحة من خلال هذا الحوار اللي حيشرفنا فيه الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر خلونا نبدأ مع حضراتكو كالمعتاد بفقرة الأخبار أخبار الرياضة وبشكل خاص جدا أخبار النادي الأهلي وفقا لصحيفة ديلي ميرر البريطانية تصدر النادي الأهلي قائمة أندية العالم الأكثر فوزا بالبطولات أو الأكثر تتويجا ده نقلا عن ديلي ميرر البريطانية الشهيرة بيتصدر النادي الأهلي القائمة التي نشرتها صحيفة ديلي ميرر البريطانية للأندية الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم برصيد وفقا للمجلة 118 بطولة رغم تجاهل هذه الصحيفة عفوا مش المجلة طبعا صحيفة شهيرة جدا ديلي ميرر البريطانية تجاهلت الصحيفة او لم تحتسب عدد من البطولات وبعد قليل هنشرح لحضراتكم الاسباب اللي ما ادخلتش هذه النقاط او هذه البطولات اللي حققها النادي الاهلي في مراحل مختلفة من تاريخ الرياضة المصرية والعربية والافريقية في حسابات الصحيفة البريطانية تم تجاهل عدد من البطولات بيصل الى 18 بطولة اخرى حققها او فاز بها النادي الاهلي ولم تتم الاشارة اليها ولكن قالت الصحيفة ان النادي الاهلي المصري منذ نشأت هذا النادي المصري العريق ومنذ تأسيس هذا النادي عام 1907 بدأ ممارسته لهويته المفضلة والمحببة في حصد الالقاب والبطولات منذ اليوم الاول لتأسيس هذا النادي العريق واحتل صدارة الاندية التلاتين الاكثر تحقيقا للبطولات على مستوى العالم متفاوقا على كافة الاسماء او الاندية العالمية واضافت ديلي ميرور البريطانية الى ان النادي الاهلي نادي القرن نجح في حصد عدد هائل من البطولات على كافة الاسعيدة وايضا من خلال تحقق هذا الامر من خلال الفوز ب41 لقب من القاب الدوري المصري او الدوري الممتاز المصري لكرة القدم 36 لقب في بطولة كأس مصر و10 القاب في بطولة السوبر المحلي او المصري 19 لقب على الصعيد القاري من بينها 8 القاب في دوري ابطال افريقيا و6 القاب في السوبر الافريقي و4 القاب في ابطال الكؤوس الافريقية ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الافريقية وذكرت القائمة التي نشرتها ايضا ميرور ان فريق جلاسجو رينجرز وهو من الفرق الشهيرة طبعا على المستوى العالمي فريق اسكتلندي شهير جدا جاء في هذه القائمة في المركز الثاني برصيد 115 بطولة بينما احتل فريق ناسيونال من اوروجوي المركز الثالث برصيد 113 لقب وجاء مواطنه ايضا بينارال الرابع في هذه القائمة برصيد 108 من الالقاب ونادي سالتك الاسكتلندي الخامس برصيد 105 لقب واحتل نادي برشلونة الاسباني المركز السادس برصيد 91 لقب يالي ريال مادريدي الاسباني المركز السابع برصيد 90 لقب ثم بنفيكة البرتغالي في المركز الثامن برصيد 82 لقب والمبياكوس اليوناني المركز التاسع برصيد 75 بطولة او لقب واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة او 74 لقب جدير بالذكر أن الصحيفة البريطانية جانبها الصواب في تقريرها بشأن بطولات النادي الأهلي ذكرت الصحيفة عدد البطولات للنادي الأهلي وفقا لما نشر هو 118 بطولة بينما بطولات النادي الأهلي وصلت للرقم 136 من الألقاب والبطولات الرسمية وده لأن الجريدة لم تحتسب 18 بطولة رسمية حقاقها النادي الأهلي منها 16 بطولة لدوري منطقة القاهرة منذ انطلاقها قبل أن يتم إلغاء هذه البطولة عام 1958 بالإضافة لبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم واللي أقامها اتحاد الكرة في العام 1990 بدلا من بطولة الدوري الممتاز اللي تم إلغاءها من أجل إتاحة المجال للمنتخب المصري من أجل الاستعداد لخوض نهائيات كأس العلم لكرة القدم 1990 وأخيرا كأس الجمهورية العربية المتحدة واللي حقاقها النادي الأهلي إبان فترة الوحدة مع جمهورية سوريا الشقيقة في مطلع الستينيات بإجمالي 18 لقب لم يدخل في حسابات الصحيفة البريطانية وكان يصل بطبيعة الحال بأرقام بطولات وألقاب النادي الأهلي إلى الرقم 136 وليس فقط الرقم 118 ولكن وفقا لوسائل الإعلام العالمية وتأكيدات من وسائل الإعلام العالمية والكلام هنا من خلال صفحات صحيفة ميرور البريطانية تؤكد أن النادي الأهلي يأتي في المركز الأول عالميا والأكثر تتويجا حاليا على مستوى كل أندية العالم في كرة القدم من حيث عدد الإنجازات أو الألقاب والبطولات التي تم تحقيقها في إطار تنظيم الأمور والاتجاه للأفضل في عدم الدخول في أي مهاطرات أو جدل أو نشر معلومات أو شائعات أو أي مجال أن يدخل البعض من محبي دايما إدخال النادي الأهلي في دوامات ملهاش أي أساس من الصحة أو في حسابات معقدة أو جره إلى عملية جدلية ليس لها داعي قد تعطل الأهلي بشكل أو آخر عن تركيزه في عمله ومسرته النجاحة في كافة الاتجاهات النادي الأهلي بقيادة ومجلس إدارة بقيادة الكابت المحمود الخطيب يقرر وضع ضوابط حاسمة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا التفاصيل بتقول أنه استمع مجلس إدارة النادي بأكمله لرؤية ووجهة نظر الكابت المحمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة في هذه المرحلة حول إدارة الأمور المتعلقة بكيفية التعامل على مستوى كل أعضاء مجلس إدارة النادي وكل العاملين في الإدارات والأجهزة التنفيذية أو الرياضية أو الفنية كل العاملين في النادي إداريا وفنيا وكل الأمور المتعلقة حتى بالفريق العمل والزملاء في قناة النادي الأهلي أن تكون هناك ضوابط لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأخبار المتعلقة بالنادي أو نشر أي أمور تتعلق بالنادي أو صور خاصة بالنادي أو أي موضوعات تتعلق بالنادي الأهلي وبالشؤون الداخلية للنادي الأهلي حتى لا تكون هناك مجالات لنشر شائعات أو للدخول في أمور غير دقيقة أو غير محسومة أو استبق الأخبار قبل أن يعلنها النادي الأهلي بشكل رسمي وبشكل موضوعي كما هو المتعرف عليه دائما أبدا داخل النادي الأهلي عندما يذيع خبر بيذيع الخبر رسميا بعد إنجازه صفقة بعد ما يتم توقعها فعليا أي خبر النادي الأهلي ما بيستبقش الأحداث ويخرج به إلى الرأي العام الأهلاوي أو الرأي العام الرياضي في مصر بشكل عام إلا بعد أن تحصم الأمور رسميا نادي الأهلي لا يحب الاكتهادات في الأمور غير الدقيقة أو أن يترك المجال للشائعات في أي أمر يتعلق بأخبار النادي أو الظروف الخاصة بالنادي الأهلي أو أموره الرياضية والإدارية إلى آخر المجالات المتعلقة بالنادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره في هذا الإطار الكابتر محمود الخطيب بيحدد هذا الإطار فيه أو بيتخذ قرار طبعا وفقا لبعض الأمور اللي تم تحددها واللي يمكن أن تكون خارج لائحة النظام الأساسي وفقا للبند التاسع في اللائحة استمع مجلس الإدارة إلى رؤية الكابتر الخطيب حول كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية والبرامج التلفزيونية والصحف والمجالات أي الإعلام بشكل عام والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضاءه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار أو أراء أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شؤونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إداراته أو أعضائه بالإساءة بشكل أو آخر عرض الكابتر محمود الخطيب جاءت نظره في هذا الشأن فيما يتعلق بمنع جميع من يمثل النادي الأهلي رسميا من خلال توجده في النادي الأهلي في أي إدارة من إداراته أو في أي إدارة تابعة للنادي الأهلي مثل إدارة قناة الأهلي أو أي مؤسسة من المؤسسات المنبثقة عن النادي الأهلي ومنها بالتأكيد قناة النادي الأهلي كل العاملين في هذه المؤسسات أو القطاعات عليهم أن يلتزموا بهذا الأمر وبهذه الرؤية اللي بيراها مجلس الإدارة وفي مقدمته طبعا صاحب هذا القرار هو الكابتن محمود الخطيب اللي أوصى بهذا الأمر أنه يرى الأفضل للصالح العام للنادي الأهلي وأعضاؤه وجماهيره عدم الدخول في هذه الأمور إلا من خلال شكل دقيق ومنظم بتنظمه اللوائح الخاصة بالنادي ويكون له رؤية بيحددها مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيعد هذا القرار من القرارات التي صدرت في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي وذلك عملا بالمادة رقم 9 من اللائحة وعليه بعد المناقشة اتفق أعضاء المجلس بالإجماع على عدم قيام أعضاء مجلس إدارة النادي وزي ما قلنا حضراتكم كل الأشخاص اللي بيمثلوا النادي الأهلي بشكل أو آخر في الدخول أو التعامل مع هذه المواقع أو الرد أو الدخول في جدل حول أي أمر من الأمور أو أراء الجماهير أو الموضوعات المطروحة أو الأخبار أو التسريبات أو الاجتهادات المتعلقة بالنادي الأهلي بشكل أو آخر إلا من خلال الشكل الرسمي اللي بيحدده النادي وبيتفق عليه أنه بينقل حقيقة وأمر واقع تم تأكيده من خلال المصادر الرسمية التي لها الحق في الإدلاق بتصريحات باسم النادي الأهلي أو التعبير عن موقفه أو رأيه الرسمي طبعا ده رؤية طبعا بتنظم الأمور ولا تترك المجال أو لا تفسح المجال لأي شخص عايز يعطل بشكل أو آخر أو يعرقل النادي الأهلي في مسرته أو يدخله في أي متاهات يعني لسنا في حاجة إليها بشكل أو آخر لأن النادي الأهلي اعتاد التركيز في عمله وفي اجتهاده وفي برنامج عمله من أجل تحسين المناخ الرياضي والإداري في النادي وتحقيق المزيد من الألقاب أو البطولات أو الإنجازات وده دايما أي مؤسسة سواء مصرية أو عربية أو عالمية بتركز على النجاح وعلى العمل وعلى الإنجاز بتكون دايما بتفضل أن تخوض هذا الأمر من خلال أسلوب ومنهج وطرق احترافية بعيدة عن الشكل طبعا الفوضوي أو العشوائي بأي طريقة الميران المسائي البدني والفني كان أكثر من رائع للنادي الأهلي بقيادة فييلر وجهازه الفني المعاون مساء اليوم كان التدريب عصر اليوم على ملعب التاتش وبدأت التدريبات طبعا استعدادا لمواجهة كانو سبورت المباراة المقرر له يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا وكان فيه تركيز من توماس بينكل مخطط الأحمال البدنية على تجهيز جميع اللاعبين فيما يتعلق طبعا بفقرة التدريبات البدنية والتجهيز البدني والإعداد الخاص طبعا بتخطيط الأحمال للفريق أعقبها خوض الفريق لتقسيمة قوية بطول الملعب وبمشاركة حارسين من حراس المرمى فيما خاض شريف إكرامي والشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف يعني كون ميشيل مدرب حراس المرمى وشهدت طبعا تركيز كبير جدا بتكليفات وتوجيهات من الجهاز الفني على اللعبات أو الكرات العرضية غادر عربي بدر هذا المرمى بسبب شك وعضلية وكثف السويسري ريني فيلر المدير الفني للفريق من تدريبات الكرة خلال الفترة الأخيرة وحرس على إجراء جمل فنية وخططية لتنفيذها بشكل عملي وطبعا زملائنا في فريق الإعداد أخبروني أنه اتخذ ريني فيلر المدير الفني قرار اليوم أن تكون التدريبات بدءا من اليوم بالفعل وهو ما تم تنفيذه أو الالتزام بي في التدريب الخاص بالفريق عصر اليوم أن تكون التدريبات مغلقة بدءا من اليوم وطبعا وفقا للجدول الزمني الخاص باللقاءات الأفريقية بيتوجه الأهلي إلى غينية الاستوائية يوم 11 من سبتمبر الجاري إن شاء الله تستغرق الرحلة ما يقرب من 11 أو 12 ساعة بتتخلى لها ساعتين ترانزيت فقط في مطار أديسة بابا حسين السيد من اللاعبين اللي اضطروا يغدروا الميران للإصابة غادر حسين السيد لعب الفريق الأول قال تدريب عصر اليوم استعدادا لمباراة الأهلي مع كانو سبورت طبعا المباراة المرتقبة في دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا كان في شكوى من حسين السيد لعب النادي الأهلي من إصابة عضلية خلال المشاركة في التدريبات الجماعية وخرج بصحبة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق رامي ربيعة بيتم تجهيزه اللقاءات القادمة بعد شكوى اللاعب طبعا اللي كان عودته لكل سعيد بيها والجمهور سعيد جدا بأن عودته للفريق تعد مكسب كبير جدا للفريق بشكل عام وبشكل خاص لخط الدفاع وأدى بشكل أكثر من رائع في المباراة الفترة اللي فاتت اللي شارك فيها بمنتهى القوة سواء في المشاركات المحلية أو الأفريقية رامي كان عنده شكوى بسيطة من شد في العضلة الخلفية خلال المشاركة في مباراة اطلع برة في عودة أو مباراة العودة في الدور التمهيدي في بطولة أفريقيا ولم يستطع إكمال هذا اللقاء وخضع لفحوصات طبية وأثبتت الأشعة الأجراها مؤخرا تحسن حالته بشكل كبير وإن شاء الله يكون موجود مع الفريق فأقرب فرصة بإذن الله بيتم تجهيزه بأفضل شكل ممكن ولكن من المقرر حتى يحصل اللعب على مساحة كافية للعلاج والاستشفاء ولتجهيزه ولعودته بقوته الكاملة فنيا وبدنيا 100% إن شاء الله في المباراة الجاية بعد ما يعود الفريق إن شاء الله من رحلته إلى غينيا الاستوائي بالشناوي أيضا غادر ميران الأهلي محمد شناوي حارس مرمى الفريق كان عنده شكوى من ألم في الكتف بعد لعبة مشتركة في التأسيم الأجراها الجهاز الفني للإطمئنان على جميع اللاعبين قبل المباراة القادمة في البطولة الأفريقية تدخل على الفور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق لإسعاف حارس المرمى الشناوي إلا إن الجهاز الفني يفضل عدم المجازفة بالحارس أو الضغط عليه وإعطاءه المساحة الكاملة للراحة وللاستشفاء من هذه الإصابة الخفيفة اللي إن شاء الله ما تؤثرش على مشواره ومشاركاته ومسرته مع الفريق وثناء الأهلي يستكمل برنامجه التأهيلي بيواصل محمد محمود وسعد سمير ثناء الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباتهم التأهيلية على هامش المباراة التجريبية اللي أقيمت اليوم على ملعب التيتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت إن شاء الله يوم 14 من سبتمبر الجاري في دور الـ 32 من البطولة الأفريقية واجتمل البرنامج التأهيلي للثناء على جلسة في الجم وبعض الفقرات التدريبية والتكلفات الفنية تحت إشراف وطبعا الجانب الفني تحت إشراف فييلر وجهازه المعاون والجانب التأهيلي والبدني تحت إشراف طاري عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي وخاض الأهلي اليوم مباراة تجريبية بتوجيهات أو برؤية فنية من ريني فييلر المدير الفني بوجود طاقم تحكيم وقام ريني فييلر المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أو فريقين لتجهيز الجميع قبل مواجهة كانو سبورت ومرة تانية هننتقل لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيز التصريحات مهمة جدا بترد على بعض التسريبات الإعلامية غير الدقيقة أو الشائعات اللي تم نشرها في الفترة اللي فاتت أو التساؤلات اللي طرحت وما نعرفش كان مصدرها إيه طبعا لكن طرحت بالفعل أو أنباء تم تدولها عن وصول عرض الاحتراف حارس المرمى محمد الشناوي في الدوري السعودي حفيز مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي وصول أي عروض رسمية لشراء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وكانت بعض الأنباء قد تحدثت مؤخرا عن وصول عرض رسمي من أحد الأندية السعودية لشراء اللاعب إلا أن مدير الكرة نفى الأمر تماما وأكد على أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي حتى الآن لشراء اللاعب حارس المرمى المتميز محمد الشناوي وأضاف الكابتن سيد عبد الحفيز أن الأهلي لم يتلقى أي عروض رسمية لاحتراف أي لعب خلال الفترة الماضية أو الأيام القليلة الماضية وأكد على أن الجميع يضع كامل تركيزه في هذا الوقت في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمباراة كانو سبورت بطل غينية الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا وبيستكمل تصريحاته أيضا كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بيتحدث عن كواليس الاستعداد لرحلة غينية الاستوائية والمباراة المرتقمة مع كانو سبورت بيقول كمان أو بيضيف مدير الكرة سيد عبد الحفيز بيقول أن الفريق الأول بالنادي الأهلي تقرر سفره إن شاء الله يوم 11 سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا وأضاف رحلة السفر إلى غينية الاستوائية تستغرق ما يقرب من 11 ساعة ونصف تقريبا تتخلى لها ساعتين فقط من الترانزيت في مطار أديسة بابا في إثيوبيا وأوضح أنه اطمئن على كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينية الاستوائية وأكد أيضا أنه سيسبق الفريق بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بحوالي 48 ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملعب التدريب وكل الأمور الخاصة بالاستعداد هناك في غينية الاستوائية لهذه المباراة وأيضا رح بالنادي الأهلي بقبول الموعد المعدل اللي طلب تعديله أو الموعد الجديد اللي طرحوا المسؤولين في نادي كانوس بورت من غينية الاستوائية اتصلوا بالمسؤولين في النادي الأهلي وطلبوا تأخير موعد المباراة لمدة ساعتين بدل متقام الساعة 3 العصر تم الاتفاق من الجانبين بعد موافقة نادي الأهلي وعدم اعتراضه على هذا التعديل بأي شكل من الأشكال تقرر أنها تكون في الخامسة مساء في نفس اليوم ونفس التاريخ المحدد للمباراة وأضاف أيضا أنه بعد تلقي اتصالات هاتفية من مسؤولي كانوس بورت بطل غينية الاستوائية والصفارة المصرية هناك أفاد هذا الطلب بهذا التعديل المقترح من الفريق المنافس بطل غينية الاستوائية كانوس بورت ولم يعترض على هذا التعديل النادي الأهلي ورحب بالموافقة على هذا الموعد واتفق على أن يتم خوض هذا اللقاء أو يبدأ هذا اللقاء في تمام الخامسة مساء من نفس التاريخ يوم 14 من الشهر الجاري ده كان آخر خبر معنا النهاردة في فقرة الأخبار وقدامنا مع حضراتكم التدريبات اللي بدأت بالفعل من اليوم تكون مغلقة وأعتقد أنه من أجل تركيز أكبر على الفترة الجاية ووضع كل لمسات الفنية اللي يريد ويحاول في بداياته مع النادي الأهلي ريني فيلر المدير الفني السويسري أن يضع بصماته الفنية مع جهازه المعاون وأكيد عنده جهد كبير جدا عايز يحققه مع اللاعبين ورؤية فنية وبدنية لهذا الفريق كيف يصل بمجموعة اللاعبين المتميزة جدا الموجودة حاليا في صفوف النادي الأهلي إلى توب فورم أو أفضل المعدلات الخاصة بالأداء الخططي والفني والبدني في الفترة القادمة إن شاء الله عشان دهي نعكس على النتائج وعلى الأداء في المباريات على المستوى المحلي والدولي بكده بنصل محضرات كل ختام فقرتنا الأولى نهاية فقرة الأخبار في الأهلي الليلة وبعد قليل حوار تفصيلي عن القدم ورياضة المصرية وكل ما يتعلق بتنظيم الأمور والمزيد من الرؤى الاحترافية اللي ممكن تضبط أداء الرياضة المصرية وتحقق نتائج أفضل على المستوى الدولي والعالمي سواء كنا نتكلم عن كرة القدم أو عن أي رياضة أخرى فردية أو جماعية بعد الفاصل حوار مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمان الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر مساء الخير وأهلا بحضرتك أهلا مساء الخير وعلى كل المشاهدين وعام هجري جديد يعني كان من أيام وبنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وعام جديد على مصر وأن مصر تبقى أفضل حالا والأهلية فوق الجميع بإذن الله مصر والنادي الأهلي دايما بخير والأمة العربية والإسلامية في أفضل حل إن شاء الله سعداء بوجود حضرتك معنا أنا بس قبل أنا عايز تبدأ بتعليق أنا في الحقيقة عايز أبدأ بتهنيئة جماهير الزمالك بالكاس مصر رقم 27 وبهين اللاعبين وبقول لهم يعني أقدمتوا ماتش كويس وإحنا بنهنيهم لأن دي نروح الرغضية طبيعيا دا لإحنا عايزين وده كلام محتمل وده شيء طبيعي جدا إن الفريق اللي يكسب إن إحنا نشد على على دي ونقول له مبروك ونتماله مزيدا من التوفيق وإحنا كأهلوية يعني بالعكس عكس الناس كثيرة جدا متصورين إن إحنا ممكن نبقى بالدقيين أو زعلانين أو غضبي يعني الزمالك لا بالعكس الكرة في مصر جزء كبير منها وأهل الزمالك معنا أنا عايزي لقاعدة التوسع أكتر من كده لكن هذا هو الحل الآن هي تغاية وبالتالي كأحيب عندنا مباراة السوبر يبقى ماتش كويس كمان جماهير كبير وشيء طبيعي إن إحنا منافسين مش خصوم نحن منافسين في الكرة المصرية إحنا منافسين رياضيين وليس خصوم في معركة أو في حارة أو في زنقة أو في خناقة أو بين فتوات أو بين بلطجية لا إحنا منافسين اللي بيكسب نقول له مبروك إحنا سعداء إنك كسب اللي بيخسر بنقول له هارد لك حتى لو إحنا اللي بنخسر أو بنكسب إحنا متعودين على كده هو رسالة الرقية اللي حدك بدأت بيها دي تليق بحضرتك وبشاشة قناة الأهلي والنادي الأهلي على فترة طول عمره وكده يعني مش أنا بس على فترة طبعا ما بدأوا عن الرياضة وعن التنافس الشريف كل ده كل حدك بدأت بيها داس لوك أهلاوي صرف ده أنا عايز أقولي داس لوك وقيمة النادي الأهلي داس لوك أهلاوي صرف طبعا 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 طول عمر الأهلي أنا فاكر أيام كتير زمان قوي كانوا بيبعثوا برقيات تهنيئة البعض وكانوا الناس كتير جدا قبل ما تحصل الغمة إن كانت الناس بتروح نادي الزمالك تهني وتقابل أعضامك الصدارة والعكس الصحيح وما كانش في هذا الكامل من تبادل التجاوزات أو التعصف أو الحاجات دي لا كانت لسنا في نهاية نحن نلعب نستمتع بكرة نحن نلعب ونستمتع في نهاية طرفية نحن لسنا في حالة حرب وعايز أقول حاجة مهمة جدا وعلى فكرة تهنيئة لجمهور الزمالك أولا سوى ملعب الزمالك ثانيا لأن الجمهور هو اللي بدفع ثمان نجاح أي فرقة يعني جمهور الآلي واللي يدفع ثمان نجاح فرقة الآلي جمهور الزمالك هو اللي يدفع ثمان نجاح فرقة الزمالك جمهور الإسماعيني هو اللي يدفع ثمان نجاح جمهور فرقة الزمالك جمهور الاتحاد أول وبالتالي أنا بهاني الجمهور الأول ثم بهاني لعبة الزمالك بشكله من النهاردة ومظهرهم وده مش نفاقا ولا نوع من اللع دي بجد ومن القلب يعني عشان محدش يتخيل بالعكس وبشارة فيه إنها تهنيئة حقية إن شاء الله تكون مباراة سوبر المصري تليق بقطباي الكرة المصرية تليق بمنافس للنادي الأهلي هو دايما أكبر منافس للنادي الأهلي نادي الزمالك وتكون مباراة قمة بحق على كل المستويات الفنية والجماهيرية وحجم الاهتمام والمتابعة الإعلامية ونشوف فيها أفضل فنون كرة القدم المصرية طبعا ده رجاء يعني إلعب مات شريك بكرة القدم المصرية عندنا موضوعات كتير جدا عايزين نسمع رؤية حضرتك بشأنها نبدأ بمعضلة اختيار الجهاز الفني المنتخب مصر لمنتخذنا الوطني الأول طال الحديث عن الجهاز الفني والمدير الفني المرتقب لمنتخذنا الوطني الأول حضرتك شايف الإشكالية دي كلها إزاي أنا مش شايف إشكالية أنا فاكري إحنا بنلعب وإحنا عيال أنا أسف هل ممكن تتحميني شوية سخرية؟ لا حضرتك كلام براتك احنا على مثال اتحاد الكرة أو اللجنة بتلعب في لعبة زمان كنت لك حادي بادي سيدي محمد البغدادي هطلو كل دي كله على دي بنختار كده بالحظ ففي الحقيقة يعني هذا الانتظار الطويل مع أن الكرة وقفة في كل الدوريات في العالم من الوقت لأن في مباراة دولية فريق مصر الدولي هو الوحيد اللي برا هذه الأجندة الدولية ليه؟ لأنه معندوش مدرب اللجنة بقالها أكتر من ثلاث أسابيع ده معناها إيه؟ معناها أن اتحاد الكرة مش مؤسسة معناها أنها أفراد المؤسسة عندها بلانات عندها خطط دائما طويلة الأجل المؤسسات أيا كان من لديه يدير المؤسسة يعني كل أي أفراد بييجوا بيكملوا بلان المؤسسة الجماعي محطوط البلان الخططي موجودة فيه بخزينة المؤسسة يغيب رئيس المؤسسة مدير المؤسسة غافير المؤسسة الساعة بتاع المؤسسة أي أن كان اللي بيغيب بنشوف البلانات بنختار بنشوف بنكمل السك فكرة أن الفردية دي اللي موجودة في كل حياتنا وأحد أسباب الأعطاب اللي موجودة في حياتنا بتباين أوه في اتحاد الكرة غاب اتحاد الكرة بعد ما قدم استقلته بعد النتائج المخيبة للأمال اللي حدثت في طولد أفريقيا والطريقة اللي خرجنا بيها المهينة فباني أن إحنا عراي علينا أن نعيد التفكير من أول طب ما تيجي نفكر طب نفكر إزاي طب ما تيجي نوعد طب نوعد إزاي فتخذنا في متاهة في الحقيقة كان لازم أنا ما قلتش أنهم يختاروا بيديهم وليلة لكن أنا قعدت على ملف أربع خامة خصوصا أنك إيه اتحددت الساد الرئيس قال مدرب مصر خلص وانتوا تزامتوا بأنهم مدرب مصر عدي غنمك يا جوحة جوحة ما عندوش غنم كتير في الحقيقة أنا آسف التعبير ده تشبيه مجرد تشبيه أنا آسف بالعكس تقول الناس فوق دماغي مفوق لكن أنا بتكلم على المثال على المثال لكن إحنا عندنا مدربين محترمين طبعا أنا بحترمهم كلهم وأنا بحترمهم جدا 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 فأرجوهم ما يسوقش فهم المثل مجرد مثلا إحنا بنقيلهم لكن عايز أقول إن إن العدد اللي ممكن يتم اختياره لهذا المنصب محدود إحنا عايزي أول حاجة بعمل كارتيريا للوظيفة اللي أنا عايز مواصفات السن كريتيريا اللي اختار تاريخ خبرات تجارب بعمل الكارتيريا الشخصية السيطرة بعمل كل الكارتيريا الثلاثة الأربعة اللي أنا محترع عليهم باجي كده بالنس بتوع في الحدة دي ده ستة من عشر ده سبعة من عشر ده ثمانية طب أنا محتاج إيه بالزبط وردت بالكارتيريا حسب من عايز يعني إيه المواصفات رقم واحد أنا عايز اثنين تلات فيه واحد يقول لك أنا عايز واحد أعلى فنيا وممكن يبقى مداصل شخصي لا يقول لك لأنا عايز شخصية رقم واحد ومش لازم يبقى رقم واحد مستوافا انت حر لأن السيطرة على اللعيبة في الملعب واحد يشايف إنما الأساس خلالك بتشوف أنه وضع أساس أو معايير للاختيار على أساسها أقر وأنا وبعدين بنوعد مع بعض أنا فاح أن فيه مهام كتيرة قدام اللجنة لكن طبعا عدم هذا البعد يعني مش مريح أستاذ نبيل أنا آسف أنا فيه موضوع إيجابي جدا ويسعد جماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر وأنا حابب أنه يبقى في بداية الحوار مع حضرتك فحنقل حضرتك هنعمل شيفتنج للموضوع ده ونرجع لأن الموضوع المنتخب سيأخذ مننا وقت شوان عندنا خبر تلقيته من زملائي أسرة إعداد البرنامج رائع نقلا عن صحيفة ميرر أو ديلي ميرر حسب ما أكدوا لي إنه ما كانش قدامي مصدر الخبر نفسه قدامي صورة من محتوى الخبر لو ديلي ميرر تبقى هي طبعا الصحيفة الشهيرة أنا استنقررت الخبر من ديلي ميرر ديلي ميرر نفسه هي صحيفة عريقة ومن أشهر صحف في العالم يعني هي الصحيفة الإنجليزية العريقة تتويج النادي الأهلي هو بشهادة هذه الصحيفة هو الأكثر تتويجا في العالم وإن كانت لم تحتسب 18 بطولة من إجمالي 136 بطولة في النهاية هي وضعة النادي الأهلي التساؤل مش عن اللي ما تحسبش عن وضع النادي الأهلي بشهادة وسائل إعلام الصحف العالمية في المركز الأول عالميا الأكثر تتويجا برقم 118 بطولة نقلا عن ديلي أنا قلت هنا وأكرر مرة تاني مفيش فريق في العالم من سنة 48 من سنة 2019 أين كان هذا الفريق على كوكب الأرض وربما في الكواكب الأخرى إذا كانوا هناك في الكواكب الأخرى كائنات تلعب كرة القدر خذ بطولة الدورة في بلد 41 لا يوجد فريق على كوكب الأرض أي دولة في العالم من سنة من داية الدورة لمصر 48 فيه دوريات بدأت قبل كده ففيه أفرق خدت أكتر من نادي الآن لكن أنا بتكلم لو سوينا لو عملت سنة الأساس 1948 اللي هو بداية الدورة المصري عشان أقارن كل الأندية على كوكب الأرض في كل الأندية في كل ال212 دولة اللي موجودين لا يوجد 70 سنة لا يوجد فريق على كوكب الأرض في أي دولة في العالم واخد الدوري 41 مرة غير النادي الآن ده مبدأي والمسافة بينه وبين النادي التالي كبيرة من الصغيرة يقولون بقى أصل الدور المصري كل ده كلام يعني كلام يعني مش حش فيه مبررات مرفوضة مرفوضة وبتاع لأن أسبانيا على سبيل المثال أنا عندي ريال مادريد وبرشلونس وما يأتي بعديهم أتلتكم مادريد فالنسيا يعني كل كل حقبة من الزمان على ما ديزهر فالنسيا بشكل كويس نسبيه أشبيلية فين يعني لكن هو ببرشلونس وريمال أهل وزمال باختصار شديد عندي في إيطاليا طبعا سيدة العقوز يوفانتوس أيسي ميلان بس أنا عندي فيها على الدوري أنا بكلم على الدوري ميلان أما نيجي ننقل على دوري أما ننقل على دوري لكن بما أني بكلم على الدوري بكلم على ميلان على يوفانتوس طبعا على يوفانتوس سيدة العقوز لأ لم أقلم سبقها بكتير في البداع حتى ما نيجي نتكلم على مارسيليا في فرنسا وليون دول القبل أكتر بطولة من باريس سان جورما اللي هو ظهر في الفترة الأخيرة باردو المسافة بعيدة طبعا إنجلترا التنافس فيها أعلى من زمان لأن الفرق متغيرة طبعا إحنا عندنا لفربورو مانشستر نايتد وبعدين ظهر مانشستر سيتي وعندي حتى بلاك بيرن واخبطة دورة الإنجليزية يعني عايز أقول إن إنجليزي حالة خاصة عند بارم يونيخ هو دايما اللي بفارغ كبير جدا باردو المسافة كبيرة أقعد بعدي بقى زي ما أنت عايز مش هتغلم وبالتالي فكرة إن الأهل هو الأكثر تتويجا في العالم مش غريبة ومش هزة بالعكس ده متوقعة جدا وعادي الخبر بتتلقى زي لما تشيد وسائل إعلام عالمية بالأهل أو غربية الأكثر تتويجا على المسطور العالمية هو أستاذ مش هالي مش أكثر تتويجا الأهل هو الأكثر تداولا على شبكات التواصل من أكثر الأندية على واقف الكرة الأرضية من ضمن 22 فريق أو 30 فريق الأكثر تداولا خلي بالك إحنا إذا لم نتكلم عن عدد الأندية في العالم تكلم على عشرات الألاف يعني تكلم على عشرات الألاف الأندية لأن عندك أندية بتنزل درجة تانية يعني كل دولة فيها رقم كبير من الأندي وبالتالي أم تيجي تتكلم عن أهم 30 نادي في العالم أوروبا أمريكا اللاتينية أفريقيا آسيا وكل الأسماء العظيمة ميلان و بريسان جيرمان موناكو بروسيا دورتومونت يوفونتوس ميلان كل نابولي كل كلام تتكلم عليه برشلونة كل الكلام ده فالأهل ده من الأهم 30 نادي على واقع الأرض عايز تقول إيه الجيل الحالي في النادي الأهلي عايز أقول إن مصر بعد الخبر ده تقول لهم إيه عن المسئولية الملقاة على أكتف لا وطبعا مسئولية كبيرة جدا أنت بتحافظ على طراث مخيف لمواجهزة دعيب نفسي مخيف أنت عارف زي ما كنت أنت شايل جبل من البطولات والمجد ومطلوب منك تزور مطلوب أنك تحافظ عليه أولا ثم تزيد هذا من قمة هذا تعطي ابني يعني هو تبنى 118 دور أو 136 دور فأنت كده وصلت تفوق على القمة شايف ده أعلى مبنى دلوقتي في الكرة الأرضية فأنت مطلوب تصل لمتين وتلاتين ومتين واربعين ومتين وخمسين وابني بقى يعني فيه في مسألة وعايزة في المبنى يعني فيه في المبنى في العالم في عدس طوق البنى في البنى مختلف لدرجة لذي مبنى من المباني في الامان في منتصف المبنى حديقة يعني وحمام سباحة ومجيمة ومحاجزة كده وبعدين يكمل المبنى ده لأنه بيعملوا الأساسات ناعد الحقيقة توضح النقطة يلي الناس أن أستاذ نبيل بيقول في منتصف المبنى بشكل رأسي منتصف المبنى في التفاع يعني بيطلع حوالي بيطلع حوالي 20 دور سما تبدأ جنينة جنينة وجيم ومول ومش عارف ايه بتاع مساحة مفتوحة ثم يبدأ المبنى تاني يعني حايز أقول أن المعمار العقل البشري هو مواجزة الإنسان مش أي حاجة تانية لأنه هو صانع كل الإنجازات هل ده يعد بدافع هذا التصنيف وهذا التكريم ده مش دافع الاعتراف بقيمة الأعياء ده ده المطور اللي باجي بيشغل أي إطارة ده أعتقد أنه يدافع للكل مسؤولين مجلس إدارة أجهزة تنية لاعبين جماعيين جماعيين كله كل من ينتمي إلى هذه المؤسسة بأي طريقة حتى لو عدى قدامها فهو مسؤول أن هذا المجد يستمر ويدوم وده طبعا يعني يكفي ما بقولوش الأهلي في تونس أو الأهلي في باكستان أو الأهلي في لين بقولوا إيجيبشين إيجيبشين فوتبول كلاب نادي مصري يعني بقولوا أن فيه نادي مصري نادي مصري هو الأكثر تتويجا في العالم يعني خميان اسم الأهلي مقرونا بمصر مش مصر مش مفصولا عن مصر هو جزء من مصر يعني مصر اللي هي وخلي بالك أنا كمان سعيد بدا كمان شوف جاي إمتى بقى مصر بطل العالم في كرة الليدي للشباب مصر بطل أفريقيا في الدورة الأولمبية الإفريقية ومحققها رقم قياسي لم تعد من قبل فيه أخده 102 ميدالية زهبي أنا هيمينة زي أنا بكلم عندها وآخر مرة كنا 85 يعني أنت واخد 17 ميدالية زهب زيادة وقبل دا النجاحات على مستوى الناشئين في الطايرة في الطايرة وفي الأنبول وليس هكلم في اليد في اليد في الطايرة أنت طالع التالت وطبعا أنت خسرت من إيطاليا وإيطاليا أحد الكبار أحد الكبار في العالم في كرة طايرة بالمناسبة أحسن حد يعني أنا طبعا كنت شايف ماتش إيطاليا بس صعبة بس صعبة جدا 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 إيطاليا أحد قوة العظمة لأن فيه على فكرة فيه قوة عظمة في كرة القدم وفيه قوة عظمة في البسكت وفي الهندبول وفي المعروفة يعني فيه قوة عظمة وبالتالي إيطاليا أنت خسرت قدام إيطاليا وصخات المركز الثالث في كرة يعني ده مع دي نجاحات في وقت واحد يعني مصر تقالت كتير في المحافر الدولية يعني تكريم النادي الأهلي أو الاعتراف بمكانته وإنجازاته بهذا الشكل عالميا أحدك بتعتبر الأستاذ نبيل أنه تكريم وتحدي في نفس الوقت طبعا تحدي كبير جدا يعني تعرف ما تجد مبادئ من الصفر ما عنديش مشكلة لكن المبدأ من القمة هروح فين فدي مشكلة عويسة يعني الناس متخيلة لأن وده تعبير شائع على فكرة الوصول إلى القمة سهلة المحافظة عليها صعب تعبير شائع وده دايبان مدى حجم التحدي الأدام كل من ينتمي إلى هذه المؤسسة العريقة قرار آخر وبعد السؤال ده كنت بكرر اعتذاري حديك هنرجع فورا لأمور الرياضة وضبطها بدءا من انتخابات اتحاد الكرة في العام المقبل إن شاء الله وأكمل كلام حضرتك عن رؤيتك لكيفية أو الآليات الأفضل لاختيار الجهاز الفاني والمديل الفاني المنتخب بأفضل شكل ممكن قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بضبط الأمور وعدم الانسياق وراء أي أمور تحاول جذب النادي الأهلي لإدخاله فيه مهاترات أو رد على أراء بعض الجماهير اختلاف على نقطة من النقاط أراء متداولة غير دقيقة وغير رسمية على السوشيل ميديا تتعلق بالنادي يعني ضبط الأمور المتعلقة بالتصريح باسم النادي أو استخدام صوره أو أخباره وإن القرار ده يسري على كل المسؤولين في النادي والعاملين هو طبعا تحديا سياسيا واقتصاديا واقتصاديا أنا أسف التعبير هقول كلام ده متقيل وهيبان كما لو كنت عنصري السوشيل ميديا خلت جزء كبير من الناس غير قادرين على الحكم أو غير قادرين على الرؤية الصحية أو الذين لا تتوافر لهم معلومات كافية يبدوا أراءهم ويدفعوا عنها بشكل كما لو كانت حقائق من جردة لدرجة أنا كتبت مقال هاك توصد يتحدث وكأنه في موقع المسؤول وعنده المعلومات وشايف عنده وده خلت يعني خلت أنا أسف أقول كما لو كان الغوغاء جزء من مراكز صناعة القرار أنا أسف تعبير والغواء كده أقصد الموابس اللي هو الجموة الناس مش أقصد ليس تقليل من شأن أحد من شأن أحد لا أقصدش التعبير بالمهنة السلبي هذا تقصد غير المتخصص غير المتخصص يعني فكرة إيه لأنه برضو الناس ممكن ترفع يعني تعرف زي فكرة إيه كأن يدير تدير الأندية جماهير الدرجة هي عشقة النادية لكن مؤكد إنه دي مش شغلاتها طيب لحظة أنا عايز أفكر بعقلية المشاهد أو المشجع اللي بيتابع حضاك دلوقتي واحد من جماهير النادي الأهل بيحب النادي عاطفة ناحية النادي يعني كبيرة جدا زي ما حضاك قلت أكبر دعم للنادي دايما هو الجمهور وهو اللاعب رقم واحد لو كان فيه مجال أنه يعمل مدخلة محضاك دلوقتي كان قال إزاي أستاذ نبيل ما الجماهير رأيها في العالم كله مؤثر أحيانا في قرارات وفيه استجابة لها من عدمه بيحصل عالميا أحيانا في قرارات بشأن مدربين أو لاعبين وأحيانا بيبقى مشجع بيفهم جدا في الكرة يعني ده إزاي ترد على ده لو كان القطاع بيزم من حق الجماهير أن تقول رأيها كما تشاء أنا مش ضد ده لكن تقول رأي مقابل رأي يعني مقابل رأي لكن دون أن تكون شريكا أو تحاول أن تكون شريكا في صناعة قرار ليه بقى؟ لأن صناعة القرار مرتبط بمسؤولية وواجب الرأي مش مرتبط بمسؤولية وواجب فالرأي حر كان صائبا أو خاطئا لأن اللي مش في موقع المسؤولية لكن موقع المسؤولية مش هيتحمل أعباء القراء اللي مش في موقع المسؤولية أو واجب ما عندوش أعباء تحبل المقابرة مش هيتحمل لو القرار خطأ أو صح أنا بقول رأي تعرف زي جنرال بعد الحرب لو كان بليون دخل من هنا ما كانش خسر معركة وطر له ما سعى سبيل المثال ولو كان بليون دخل من هنا كان ممكن إيه كان مات هو نفسه مات ما كنش خدهه أسير فحداك بتقول هنا اللي في موقع المسؤولية حساباته أكثر تعقيدا أكثر تعقيدا أكثر تعقيدا من الجمهور المحببين من الجمهور العاد وبالتالي قول رأيك وعدم رأيك أنا ضده لزبه رأيك ليه أنا كمسؤول بستنير برأيك لكن مش ملزم يناخد به لكن أنا استنير برأيك أسمع الأراء وأسمعها كويس لكن أنا عندي حسابات مسؤول أنا عندي حسابات أخرى ما عنديش حسابات كده لأن أنت مهما كنت مهما كنت من مشجع أو جمهور ليس لديك الصورة الكاملة يعني حداك عايز تقول الجماهير إن وجهة نظرك كلام حداك كما فهمته هو إن رأي الجماهير حسب رؤية الأستاذ نبيل عمر هو شورة شورة وواجبة أنا أعزي شورة وواجبة شورة مهمة وواجبة لكن دون أن تصل إلى مرحلة الضغط كما لو كانت هي قرارا صائبة هنا الخطأ هنا الخطأ لأن أنت لست مسؤولا المسؤول هو اللي علينا نتحامل مسؤولين إذا كنت جايب المسؤول ده وانت شواثق فيه طب أنت جايبه ليه إذا كان المسؤول ده أخطأ فحزبه في الجامعية العمومية يعني عندك وسائل لكن علي أن أترك المسؤول المساحة تاخد قراراته وينفزها ويطبقها وأؤيده فيها وبعد كده حزبه تدعمه إلى حين أن تنهر متائج القرارات وأدعمه إلى حين نتائج القرار وأحزبه عليها لكن أنا لو عملت له ارتباك وتوتر وعملت له نوع من الفوضى خلال اتخاذ القرار أو بعد اتخاذ القرار فأنا بعمله أنت عارف زي ما كوني ربطه بسلسلة وبشده الوقت وحاجة اسمها ديستراكشن تشويش شديد جدا فأنا بعمل تشويش وبدل ما أنا بفكر بفكر في أن أنا أتقدم إلى الأمام هفكر زي أرد عليك إذا أفكر أبرر لك إذا أفكر أقلل الضغط علي يعني بدل ما أفكر في اتخاذ القرارات سليمة في العمل اللي أنا بعمله التحقق أفضل نتائج أعملنا أحسن نتائج لا أنا هبقى جزء ضخم جدا من تفكيري يعني جزء من طاقة كبيرة بدل ما أوجهها كقوة دافعة للأمام بوجهها قوة للصد والدفاع وبالتالي أنا بخسر كتير جدا أنت كجمهور بتخسر إدارتك أنها تفكر بتركيز شديد جدا في عملها بتفقدها الميزة دي بتفقدها الميزة دي التركيز الشديد في عملها والحاجة أخطر إنك دون أن تدري ممكن أن تبس فيها قدر من التردد والوساوس وده الأخطر خلاص القرار دا تاخد حال غلطا تاخد لكن هي بعد كده في كل قرار حتبتدي تتوتر وتتوتر أكتر وتتردد المشكلة بقى في التردد لأن القرار المتردد لا يصدر في زمن هي الصحيح يصدر دائما ممكن يبقى جيد جدا ولكن يأتي في وقت متأخر القرار صدر بعد القرار ما مش يعني حالك عايز التوازن دا بين حب الجماهير لأنديتها وإنها تقول رأيها وتختلف وتتفق كل ما تريد ما تشاء في إدارة نتيك لكن عندما إدارة نتيك تتخذ قرارا تقفره تدعمه تماما تماما وده ليس قبولا بأمر الواقع لا ده عشان المركب تمشي لأنه سبب بسيط جدا ما أنت يعني تخيل إحنا في مركب وخدنا قرار إن إحنا نمشي في الاتجاه جنوبا قلنا إن البرة في الاتجاه الجنوبي فركاب المركب اللي هما مش شغلين قبطينة قالوا لقبطان قرارا خطأ وبدأوا يعملوا ثورة على السفينة بونتي وبدأوا يختنخنقوا مع بعض وبدأوا يحدفوا بعض غير قد السفينة طيب هفرض إن السفينة فعلا ماشي غلط لكن السفينة هادية هتوصل للحتة تكتشف إن غلط ترجع سليمة طالما إن الناس بتناقش الأمور بتناقش الأمور هتاخب بعدها وتقول في خطأ وتصحب وتصح مصرة بعد فترة يعني الفوضى دايما هي أخطأ شيء لكن إنت ما تصنع هذا الضغط فإنت ممكن تقرأ بالسفينة يبقى ما عملناش عموما إحنا أعتقد إن كل يعني نسبة الأكبر اللي تسمح دايما تبقى متفقة لأن كلنا دايما بنقول النادي الأهلي يعني يلاعبوا رقم واحد دايما وأكبر دعم له هو جماهيره في كل مكان لا وفي حاجة مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي أنه دائما يترك إدارتي دائما يترك إدارتي تتخذ القرارات ما تشاء دون أن يتدخل دون أن يتدخل وإذا تدخل بتبقى للحظة ثم يعود إلى الصواب إلى الطريق الصحيح بدليل أن ومن رجع تاريخ النادي الأهلي هنكتشف أنه كاد يكون النادي الوحيد الذي تديره الذي تدير مؤسسه الإدارة المسؤولة عليه ولم تتدخل جماهيره أبدا في إدارة هذه المؤسسة وهذا هو الصحيح بينما المؤسسات الأخرى أو الأندية الأخرى التي تدخلت جماهيرها طول الوقت في إدارتها ساءت نتائجها وساءت يبقى عشان ننهي الحديث عن النقطة دي حضرتك متفق تماما مع رؤية مجلس إدارة بقيادة كابتال محمود الخطيب حول هذا الأمر وأن الأمور يجب أن يتم ضبطها في التعامل معه كل ما خلاص قلنا رأينا قلنا رأينا قبل اختيار المدير الفن اختير المدير الفن وخرج حد كبير أوي كبير أوي ونصق فيه جميعا وهو دكتور طاع اسماعيل وهو شخص محترم جدا وواعي جدا ومدر جدا وقال أسبابه المشكلة أن طاع اسماعيل مش لاعب كرة فقط ولا مدرب فقط ده وقت دكتوراه لا محاضر مرموق في المجال يعني في مركز دابلو يعني في القارة الإفريقية وفد فيفا وبالتالي أنت بتتكلم عن شخص يخضع تفكيره للتفكير العلم المنظم وبالتالي عن رقم واحد عايز شخصي عايز واحد طموح عايز واحد يكون في المغل عايز العدد كبير من الأسباب نعيشنا للأسماء أنا عايز أقول لك حاجة طريفة جدا وأنا كنت عايز أتكلم بالحكيات دي هو مرينيو باله قد ما بيشتغل شي فترة مش قول عيل أنا عايز باله سنتين باله سنتين طب آخر سنة لمرينيو كان شكلها إيه على المقياس المياه هو ماشي من البريمير ليج مع مان يونايتد الموسم اللي فات ما أكملش الموسم وسولتشاير تولى المهمة ما كان كان آخر لا خلي بالك مقعد قبلها فترة فترة حالك بتحسب إجمالي الفن أنا حاسب إجمالي الفن خرج إزاي من منشستر نايتد بنتائج زي زفن أنا بكلم على خزي مورينيو مش بكلم على أي حد بكلم على مورينيو درب من الأغلى والأشهر عالميا واحد من أهم نمبر وان أنا بكلم على نمبر وان هو الوحيد اللي خاد كلمة رائع نمبر وان مش كده أنا بكلم في تشيلس كان نمبر وان ودرب كل طريبا مقن ديها كبيرة دولة في العالم خرج بكارسة من منشستر نايتد بطريقة رديئة للغاية مش كده ومش تغلش يا ترى لو وحتى هذه اللحظة ما تغلش يعني السنة دي كمان عدت ما تغلش لسه مهم من تدريب فريق يا ترى لو في فرقة عينته السنة اللي جاية أو خدته السنة اللي جاية ألفين وعشرين دلوقتي أنا بتكلم على شتا 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 ألفين وعشرين يعني عاصل يناير ألفين وعشرين أيا كان بقى يناير أو أو الصيف يعني طرح أقول مريونيو العاطل وجد عملا زي ما بعض الصحفيين كتبوا يعني عايز أقول أين أقولكم يعني طب مش تقرأ ولا الناس بتكتب قالوا ما تقرأ نشوف تجارب الآخرين طب هو خارج من منشستر روناتي بنتائج عظيمة طب بلاش من منشستر روناتي هو قبل منشستر روناتي هو خارج من تشيلسي بعد 15 مباراة اللي لعبها في الدور الأول من بريمير ليج عارف ترتيبه كان الكام كان الخمستاشر تشيلسي بطل الدوري كان الخمستاشر ناكس سيزون قعد ما اشتغلش راح لمنشستر روناتي وقاله هو المنقذ اللي حقل لمكان إليفس فرجسون فساءت النتائج فقالوا له يعني هدوله ايه بقى يعني هدوله سنة والأمور كمان ما كانتش جايدة في علاقته باللعيبة خلاص ما بقوش مستقبل استوعبين أسلوبه الفني وطريقته يعني في شكل حاجة لا هو أصلا اللعبين أصلا كانت مع لغبطة جدا ثم مع مان يونايتيند طب أنا أقول لك حاجة أنا مقايش تجربته مع ريال مادريد وهو خد دوري وخد كاسب ما فيش مشكلة من دي لكن ما حقق شي ما حقق جوارديولا مثلا مع مانشستر ونايت وعشان كده ومع خلافه برضو عمل مشكلة مع نجوم الفريق وخاصة أن رونالدو لأنه كان بيكلفه لأنه تريد لعبه مختلفة خالص ومشي من مشي من ريال مادريد يعني برضو مشي من ريال مادريد مين حاردي تتلم عن مين على خزيرك مادريد يعني عايز أقول أن أي مدرّف في الدنيا أنا أفتكرت أن حداك أشارت الإسم لا لا أنا بلسة بتكلم عنه لأنه كان بيتدرّب ريال مادريد طب أنا أقولك حاجة طريفة جدا هو جوارديولا أحسن أحسن مدير فني يهاجم في العالم هنا رأيي دي الهجوم أخير وسيلة للنجاعة هو أول سنة عمله مع ماشيستر من سيسل سيتي ما أكسبش حاجة تابع حضائيك دلوقتي حيقول إحنا مدركين وانتفقين مع كل اللي بيقوله أستاذ نبيل عمر لكن حسابات الجماهير دايما والنادي الأهلي حتى على لسان كبار مسؤولي في مجالس الإدارة والمسؤولين في الأجيال المتعاقبة في إدارة النادي دايما مدركين أنه مطلوب منه يبقى رقم واحد دايما وأنه بيشتغل بشكل متوازي ما بين البناء وإعادة الإحلال والتجديد وإعادة بناء الفريق من وقت لآخر من جيل إلى جيل ولكن في نفس الوقت اللي مطلوب منه يحقق البطولات والجمهور دايما عارف أنه النادي الأهلي بينافس على كل بطولة بيشارك فيها أنا مقولش لا بس أنا مش ممكن أنا كنادي ولا يوجد دفع أي حتى في الدنيا أن أنا كل سنة حقق كل البطولات أكيد صحيح وبالتالي أنا شيء طبيعي أنه لازم يحصل أضرب ما فيش فرقة في العالم وفي تاريخ الكون تصب طف فورما أو سنوات سنوات التمجد العظيمة وتقعد على القمة إلى الأبد ما يحصلش شيء طبيعي حتى نفس اللعبة دي طبعا نقول لك حاجة طريفة جدا يعني خد برشلون خد ريال مدريد اللي هو كان مكسر الدنيا أنت تفركت على الأخير عن مباراة في دروب واضح جدا وبرشلونة غير ميسي واضح جدا أن كان عنده مشكلة في التبرد الحقيقة مع وجود ميسي في دروب في الفترة الأخيرة في بعض النتائج حتى لو بيأخذ ملعبش بقى لكن في دروب على مستوى القاري في دوري يعني عزدي أنا بكلم على برشلونة بميسي بتلاعب لي في البول في الأنفلد وبدون أهم اثنين لعيبة فيها فرنسين الحربة لا واللعبي الاحتياطي يجيب جنين وأنا ما ظلش نعملها تخسر أربعة ويقع لبرشلونة تخسر أربعة من لي فربول الفرق بين مستوى وميسي مش أربعة لكن ده حصل إيه خلاص بقى في له الضرف ويروح طبعا لا فيه شيء طبيعي إنك إنك سنة من السنين تقوم واخد كل الست بطولات تاخد الدور وتاخد الكاس أنا بأعتبر أنا بس في حاجة أنا أصدق أربع بطولات ولقبين لأن أنا أنا آسف أمري مصوبر بطولة تيجي تبقى بطولة إزاي أنا آسف يعني لا بحسبها للأهلي ولا يفرق تاني بالمناسب لكن هي لقب هي مبورة شرفية بس أعطي لك يعني حاجة تعتبرها لقب مش بطولة حقيقية طبعا مش زي مباراة الدور يعني نحسب يعني نحسب موسم كامل بطولة ما هي دي ده الخطأ اللي ويع فيه الفريق المنافس هو بيحسب البطولات الإفريقية وإنه عنده تسع ألقاب أو مش فالأول زي دلقب عن الأهلي لأنه حسب الصبر بطولة الصبر مش بطولة لكن البطولات الحقيقية الأهلي أعلى لقب أعلى بطولة هو وقت خمسة ولا وقت ستة هو يزيد هو يزيد بعد عدد معين من اللقاءات بعد مشوار هو يزيد بقى في الصبر الصبر إفريقي والصبر أفريق أسياوي والكلام ده الصبر ده ماتش أنا أحسب ماتش بنفس درجات البطولة تيجي ازاي سواء كيها بطولة دورة عام وهي البطولة الأهمة في أي دورة في العالم وبطولة الكأس وبالمناسبة عايز أقول للعالم كل بطولة الكأس هي أقدم بطولة على وجه الأرض أيضا يعني جميع البطولات يعني دورك أول بطولة بدأت في العصر الحديث بدأت في إنجلترا هي بطولة كأس للتحديل الإنجليزي دي البطولة أولانية ثم بطولة الدورة بدأت بعدها باربع خمس سنين في فرنسا في ألمانيا في مصر تبدأ بطولة الكأس ثم تبدأ بطولة الدورة ما فيش دورة بدأ في أي حتة في العالم فكلمة البطولة الأعرق هي تطلق على الكأس في أي حتة في كرة الأرض بالمناسبة بس عشان بس أصلح معلومة أنها بتتقال كما لو كانت هي البطولة الأهم لا هي مش البطولة الأهم البطولة الأهم هي بطولة الدورة لأنها تورنيمنت بالتعبير معرفش تتقالي إزاي بالعربي أكبر عدد من المواجهات أكبر عدد من المواجهات ثم الكأس لكن السوبر سواء إفريقي مع احترامي لي سواء أوروبي سواء مصري هو كأس الأندية العالمية دي بطولة نحن نحضر إلى مواجهة يعني الأربع مباريات اللي بيتلعبوا والفريق اللي بيجي الفريق دي أوروبي أس أمل لدول كتير جدا المشاركة فيها عشان مدارس كروية مختلفة أيوة أنا أعدا بئيس بوس عايز أقول لك حاجة أنا عارب زي ما أعمل بطولة وأجيب فيها أبطال العالم يلعبوا عندي مطشين ثلاثة تينيس زي أنا مش عندي جراند اسلام وعند بطولات مصر تلعب أشواطها من ثلاث المطش من ثلاثة أشواط للرجال مش من شتنين ستنين بس فهنا بيبان النقطة اللي بتاخدها في الجراند اسلام أكبر كوشة تاخد لك ألفين نقطة وألفين وخمسمائة نقطة بتاخد بطولة تانية تاخد ثمانمائة نقطة وألف نقطة بكتير قوي هي بس هوجة النظر دي كمان لها منطقة بس كاس العالم للأنديها تحديدا أستاذ نبيل حتى لو عدد مباراتها محدود بس فيه ناس كتير بتترجمها ندي كاس العالم يعني عفوا بدل المنتخبات حاولناها الآن دي لو بفرصة اللقاء الوحيد دي من قرارات مختلفة عالميا فتوازي كاس العالم عايز بها تعملها عايز تعملها تعملها زي كاس العالم الأديم 16 نادي أربع مجموعات يلعبوا مع بعض يعني تفكر لها في تفكيرة بتخليها لها ثقة الأجلية لها ثقة الأجلية يبقى عندك مثلا فرقتين من أفريقيا مثلا أربع خمس ست فرقت من أوروبا إلى أخيه وتكمل نحن أخيرا أخيرا حضرتك مع خلاص توجه النادي الأهلي وجهت نظره أنه لا يذهب لأي أمور تؤثر على تركيزه في صناعة القرار وفي إنجاز نهائي 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 يمشي في سكته متفائل بالتعاقد مع فيلر جهازه المعاون مع الصفقات الجديدة اللي انضمت للفريق واكتمال الصفوف بعودة المصابين في حالة تفاقل كبيرة وتوقعات أكبر بين جمهير النادي الأهلي يا صيد نبي أنا في الحقيقة بالنسبة لأي يوم دا يعني أنا أقول لك حاجة طريفة جدا كرة القدم هي الحاجة الوحيدة اللي هي فيها مغامرة ومخاطرة طول الوقت يعني أنت أما تيجي تقولي أن ليستر سيتي هياخد الدورة الإنجليزية من تشيلسي وليفاربول ومشيستر يونايتد والأرسنان وتيتون هام هعمل زي اسمه قيدا اللي قال لك أحلق شعري عزير إن دا كان خارج المنطقة آه واللي يقول لك لا دا في حد دا لك هقلع حدوء هقلع ملابسي وهزعر على الهوى بملابس الداخلية وحصل يعني عايز أقول لك في حاجات كرة القدم هو يعني مجمع فرقة الدنمارك من على القهوة لأنها ما كيتش في بطولة كاس العالم 92 واتروح أوروبا تاخد بطولة أوروبا تاخدها من ألمانيا وإيطاليا وشيئة دي جوة والفرقة العظمة دي دا دي منطق كرة القدم تتحمل كل شيء وبالتالي علينا أن نتفاقل طول الوقت ليه التفاقل يمنحنا أمل الأمل يمنحنا دوافع وأنا محتاج الدوافع طول الوقت للحركة وبنعمل اللي علينا من المؤكد أنا شخصيا مؤجب بالكلام اللي يطلع سمعين وأما تيجي تقول لي أني أنا عندي مدرب واخد دوري بلجيكا طب أنا ممكن أسألك هو الدور المصري أصعب من الدوري بلجيكي طب حقول أنهم زي مع ماشي موافق الرجل ده وقت دوري ووقت سيبك بالصوبة ووقت دوري يعني خد بطولة تورنيمت كاملة يبقى مؤكد بيفهم فكور ولا ما هي ماء يعني ما خداش كده وعتاد على مواجهات سواء تفوق فيها أو لا حتى ولو لا تفوق فيها ولكن في الشامبيوندولي كان بيواجه خصوم زي ما نيونايت البايرل ميونيخ طبعا لا أنا بس عادة في الدوري وإنت بتنفس الدوري أنت أما بتبتدي تسعد للمراكز المتقدمة وعندك أمل البطولة بتبدأ الضغوط ترتفع عليك يعني مبارياتك وإنت أصلا ما عندكش أمل في الدوري ما عندكش ضغوط يعني عمل ضربوك يعور على عينك معطوبة معطوبة لكن لما بتنفس على الدوري الضغوط بتزيد يبقى هذا مدرب لعب على الأقل على الأقل نص الدوري البلجيكي تحدث ضغوط شديدة جدا أنه ينافس على اللقب وقدر ينجح ويتجاوز هذا يبقى هذا مدرب معتاد على الضغوط وقادر على مواجهته ده حاجة بسيطة جدا وسازجة الحاجة الثانية أنا شخصيا من المعجبين جدا بمدرسة برشلونة في التدريب فكرة أن أنا جيب جاردوولا الشاب الصغير ده وقل له معاك أحسن فرقة في العالم طبعا كانت أحسن فرقة في العالم جاردوولا ميسي سمول إتو وديك وديك لا تتكلم على وانيستة وانيستة وتشافي كل المجموعة دي تتكلم عن إيه تتكلم عن حاجة مخيفة يعني وتجيب شاب لقوا يبدأ بإيه يعني يبدأ حياته التدريبية ما خدش بتوق مظنش إن جاردوولا خد بطول الدوري قبل كده ما بارشلونا كمدرب ولا مع أي فرقة في العالم يعني جاردوولا ما خدش لدوري حلقة تقصد قبل بارشلونا قبل بارشلونا ما خدش بطول قبل بارشلونا لا خد دوري ولا كس ولا خد سوبر ولا خد دوري أوروبي ولا خد أي حاجة ربما خد واحد شاي أول سنة نجح تاني سنة خد كل البطولات اللي لعب فيها هذا لعب معهم أحلى كرة في العالم طبعاً هو اخترع طريقة يعني سوري هو جد طريقة مش اختراع لأنه ده اختراع قديم هو يعني كرة هولندية انا عايز اقول لك حاجة طريفة جدا كرة هولندية احنا بنلعب كرة هولندية لتعامل ستاربعة وصبعين كل الطرق الحديثة دي هو تطور للتوتال جيم بتاع مش المخيلس يعني مش المخوة اللي حطت الأسس والحد دلوقتي كل الطرق الجديدة دي هي عبارة عن تنوعات مبنية على طريقة دي مبنية على كل الكلام اللي حطه مخلز في التوتال جيم فطبعاً فما تيجي تقول لي اصله ما خدش اصل السيفي يعني انا طبعاً طبعاً السيفي مهم جداً بشوف بورين الاخبارات اللي عنده قديم والتجارب اللي عنده قديم لكن انا كمان لو انا يعني حددت لها في تفزيون قالها يعني هو فايلر يعني ما كانش بيدرب ريال مدريد هو نقدر جيب مدرب ريال مدريد ده لنا ولا منتخق يعني انا يعني هجيبه واحد يدربني ويدرب منتخق بمصر ويدرب الزمالي ويدرب في نفس الوقت ويدرب لإسماعيلي مش هادر نستفع مرتبهم كميزانية مش هادر نستفع مرتبهم يعني انا لو عايز مدرب ريال مدرب احنا بما فيه منتخب مصر والفرقة الكبيرة الجمهرية كلها في مصر ويدربهم كل واحد كل واحد ساعتين الصبح يعني ويروح يجربة مش هادر نستفع مرتبهم فانت بتدفع مرتب على قد ميزانياتك حتيجي بقى انت وانت يعني فيه مدربين عظام في الكاتجوري الاقل من دول اه فيه من يو الخزي انت الفكرة في ايه انك ان المدرب موهوب ممكن يروح مع فرقة مش موهوبة ومهما حاول في النهاية ما احترام لأي مدرب الخامل اللي معاك هي اللي هتساعتك يا حيعرفوا يطبقوا اللي طالبوا المدرب او رؤيتوا الفريق او لا او مش هتعرف انت مدرب عظيم يعني انا هجيب جوارديول وحديد صبح لفريق المستقبل وقالوا لو سمحت ان عز الدور العام ودي عشرين مليون دولار مقدم وانما تاخد الدور العام هديك مئة مليون واكد ان جوارديولا حيهرب عند اول مطش مؤقت مش هارفك مجموعة العيبة اللي تم توفيرها حاليا في النادي الاهلي بعد انضمام اخر الاسماء المميزة اللي انضمت في السفقات الاخيرة هل هي خامة طيبة بلغة كرة القدم لو وفق الجهاز الفني وكان بصماته مؤثرة او ايجابية على الفريق الجمهور مستني بطولة افريقيا مرة تانية مستني العودة الكسر العالم للاندي انا شخصان كهلاوي انا بالنسباني بطولة افريقيا اهم انا بالنسباني رقم واحد بطولة افريقيا يعني تعرف زي فكرة ايه لفربولا مخد بطولة اوروبا انا كان انا انا رأينا اهم من بريمير ليج معين بريمير بطولة شقبة جدا وصعبة جدا لكن انا بطل اوروبا مش بطل انجلترا انا بطل اوروبا في بطل انجلترا وانا بطل علي انا بطل انجلترا انا بطل علي تتمنى يبقى الاولوية في الفترة الجاية اللقم بعودة اللقب الافريقين ان شاء الله طبعا لقينا فيه لعيبة كتير كويسين تعريبا كل المراكز متكاملة وعلى فكرة وده موجود حتى من قبل الصفقات الجديدة عشان بس ما نظلمش المسألة هو بس وانا قلت هنا قبل كده ان اللي صارتي كانت مشكلته في الحقيقة انه محطش ايده على التوليفة السحرية يعني انا راييه ما كانش ده تشكيلي الامسل بس انا ما اقدرش اقولك تشكيلي الامسل انا بحسب بالنتائج بالادا تكامل ما هو انا ببقاء地 لعيب حريف قوي وعندي لعيب بدنينا علي قوي وجنبي واحد هيدرز قوي وجنبي واحد رجلي احسن وعندي واحد بيشوتре اتنين احسن ما يمكن وعندي واحد دقة في ult celebrations فكرة التكامل فرقه في التكامل مش يعني انا ما اقدرش اجيب 11 انا لو اجيبت فرق 11 ميسي باك رايتو باك ليفتو مش هتاخد بقى مش هتاخد دوري نسباني انا لازم فيه تكامل عايز واحد اذابك ايه اللي يجي قرب من جون اضرابه مش مش هرقصه فهو ما وصلش من وجهة نظر حضرتك لافضل شكل افضل تشكيل حساباتي ايه الاداء في الملع ما فيش تكامل في اداء في الملع في اخطاء كتيرة في الاداء في الملع معناها ان المجموعة دي مع بعضها مش عارفة تؤدي احسن اداء ده الرهان الحالي على فيلر حتى سألوني يعني في البيت ابني ابني مغاوي رياضة يعني ابو محر رياضة فبيسأني فقرت له التشكيل اول ما هشوفه بيحط يده على التشكيلة بقسمك من التغييرات الاول يعني طبعا ودي عايزة وقت عشان بس من فضلكم منظلمش الراجل وانا ما اقدرش اقوله ادتفرج على الفيديوهات واخد من الفيديوهات اعمللي تشكيلة لفرق ده طبعا كلام فرق لازم نشوفهم في الملعب لان انا عايز ايه هنفذ ايه في الملعب وحيتنفذ ازاي لعني لعيب الكرة اهم ما فيه مش مهارته الفردية اهم ما فيه قراره توقيت قراره تمرير عشود ومرر لمن والمساحة اللي همرر فيها وفي اي وفي جاي اتجاه كلما كانت قرارات اللاعب صحيحة وسليمة في الملعب كلما ارتفع اداء الفريق ككل كلما سائت القرارات يعني مثلا هفرض ان احنا فرقة كبيرة فينا لعيب واحد بيسيق قرارات هنقدر نشيله لكن مثلا بيقوم بمهام دفاعية عظيمة جدا لكن هو هيبتدي يوصل للكرة الاعرب لعيب فممكن اقبله لان مثلا ايه زي مثلا الدور اللي كان بيلعبه حسام عشور حسام عشور بيغطي المنطقة اللي بالكامل قدام خط الدفاع قدامه مين بقى قدامه بيتريك قدامه باراقاب قدامه عمد متح قدامه جيربيرت قدامه بلافيو هما بقى يقوموا بالفن بالفن ده كله بقى لكن انا على الاقل بامنع الخطر يبقى وظيفة الاساسية منع الخطر عن المنطقة مش لازم بقى انا كمل واشوط واجيبي جوان مثل مثلا دروكبا اس دي بوكبا مهمة قدي دوري ده بنسبة تسعين او تسعين اه قدي دوري لان فيها اخرين يهرفوا ده اسمه التكامل طب انا دلوقتي انا لكن انا مثل فرقة الالت محتاج هاف يعرف يدافع ويعرف يهاجم ويكمل ويقطع مسافات طولية او عرضية يبقى انا بعمل له يبقى مثلا يبقى الدور ده محتاج ان يكون مختلف ده اللي انا عايز اقول اذا ما يوصل هو ما يوصل لده هيحتاج حوالي ست مريات احنا فضلونا حوالي ثلاث دقائق على نهاية واحدة حرجع في يوم حضائك كلام جميل جدا وموضوعات مهمة كلها لكن لازم ارجع بسرعة على الموضوع منتخب مصر حضائك شايف افضل طريقة ايه لاختيار مدير فني طالما قلت حط المواصفات بس انا من غير ما اقول اسماء مستحيل اكون محتاج مدرب ينفعل او ممكن يعمل المشاكل او يتخانق على الخط دي تبقى كارسة حتى لو كان اعظم واحد فنية لان ده تتكلم عن سمع الدولة مش بتتكلم عن سمع تريق مع الفرق ان شاء الله حتى يقلع ريان ملطة محر مع الدولة في سمع الدولة وبالتالي مدرب منتخبات راجل ثابت متحكم في عصابه ما بينفعلش الحاكم يحسب غلط يحسب صح الحاكم لان ده حكم دولة وممكن يتجنى عليك ما فيش مشكلة ما انفعلش ما تخانقش ما ايه بش حسين متزنة ده بس مدير فني كفت محلوب الشخصية نفسها ده لرجاء الوحيد من اللجن انه يكون بالمواصفات اللي انتم عايزينها قوي الشخصية وكل حاجة وبيفهم كل حاجة لكن عنده قدرة على التحكم في اعصابه وعدم صناعات مشكلة عشان عارف ان الوقت محدود جدا لكن هنحاول بسرعة نعرف رؤية حضرتك عن افضل سيناريو تتمنى لادارة كرة القدم في مصر في الفترة القادمة واحنا داخلين على العام القادم ان شاء الله اللي حيبقى فيه انتخابات جديدة لاتحاد الكرة المصري تتمنى ايه للانتخابات دي لمنظومة الكرة في مصر انا اتمنى بالنسبة لحاجة اتمنى ان اللي حتتغير ان الدوري العام يديره المحترفون فقط الاندال اللي في الدوري العام فقط دور الدرجة الاولى تديره مجموعة الدرجة الاولى ما ينفعش بركة الشباب طنبشي ولا كوم مش عارف ايه يضع بلان يضع نظام الكرر اللي بلعب في الاهل والزمالك ما ينفعش الاهل والزمالك واللي بلعب معهم التمنتاشر نهادي اللي بلعب معهم الممتاز الممتاز دول بيديروا مسابقتهم كاملة بلوائح بقوانين بكل ما يتعلق بيها وما ينفعش اي حد اخر يتدخل فيه انا عايز ما يسمى الادارة المحترفة لاندية محترفة وبعدين يبقى التحاد الكورة بيديروا كل عين وعراس بس ده ده سيستم الدرجة التانية سيستم يديروا بيعملوا لو ويحموا لكن ما ما عملش الخلط اللي عاملة ان اللي يصوت اللي بيدير ده بالتصويت هم اللي يصوتوا على مين اللي يديرهم ومين اللي مسلهم ومين اللي عملوا لكن فكرة هذا التوسع الرهيب في المراكز الشباب وعضاء جمعية عمومية ونأكل كباب وكفتة فننتخب زيد وعين وعمين وعمين ومتعرف ايه فنبقى الحال ده حالة الكورة المصرية أنا محتاج مدربين محترفين حكام محترفين إداريين محترفين وبلان طويل الأجل بحيث يبقى عندي كوادر في كل حد بشكر حضرتك على وجودك معنا للحديث باقية ان شاء الله نعرف ان كان فيه موضوعات كهيرة قوي بس فرض نفسه اكتر من ملف متعلق بالنادي الاهلي سواء تصنيفه في صدارة الاندية العالمية الاكتر تتويجا بالبطولات والالقاب او القرارات الصادرة عن مجلس الادارة ورؤية الكابتن الخطيب بشأن التواصل مع الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي وسائل الالام في الفترة اللي جاية وقضايا عالمية كمان في الرياضة وكرة القدم حضرتك تطرقت اليها واشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ ناري العمر شكرا لك وشكرا لك جمهور جمهورك وجمهور النادي الاهلي ان شاء الله نلتقي قريبا أستاذ ناري بإذن الله بشكر حضرتك على متابعة هذا اللقاء نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة من حلقات الاهلي الليلة شكرا لحضرتك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة